الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معي في حلقة جديدة في الفيديو اللي فات عرفنا وبعض نحل مشكلة بتاعة نوبيلات شاومي اللي هي لما بديجي نسجيل المكالمة السكت اللي هي بتقول هذه المكالمة يدرى تسجيلها او يرجى تسجيل هذه المكالمة وده كان بيسبب مشكلة او احراج ما بينك ما بين الشخص اللي انت بتكلمه وخصوصا لو انت دوست على زرار تسجيل المكالمة عن طريق الخطب اما في الفيديو ده هنعرف مع بعض لو احنا سجلنا مكالمة او مكالمة هاتفية او سجلنا ببرنامج التسجيل فاحنا بنلاقي فين الحاجات دي حتى لما بنعمل بنسجل الشاشة او بنصور الشاشة الحاجات دي بيكون موجودة فينا على الموبايل عشان لو حابين نوصل اليها طيب الوقتي مثلا انا بسجل للشاشة سجلت مثلا سكرين للشاشة او سجلت ببرنامج تسجيل المكالمات اول حاجة هعملها هروح على مدير الملفات بعد كده باجي هنا عند التغزيم بضغط عليها بعد كده بنزل تحت عندي حاجة اسمها ام اي يو اي might UI بعد كده لو انا بسجل اارو انا بسجل يعني شايفين الساوند ريكورد دي الساوند ريكورد دي فيها المكالمات المسجلة سوا انا بعمل مكالمة ما بيني وما بين شخص وسجلت المكالمة او ان انا بسجل ببرنامج التسجيل على الموبايل. لو انا سجلت ببرنامج تسجيل المكالمات هروح على FM record زي ما احنا شايفين دي المكالمات او ده برنامج المسجل الموجود على الموبايل المكان اللي انا سجل فيه او لو انا عملت مثلا تسجيل من بيني وبين شخص سجلت المكالمة بنلاقيه هنا في ال call record في ال call record مش ال app record تمام طيب تاني ال fm record دي برنامج تسجيل المكالمات اللي موجود على الموبايل. لو انا سجلت بيه بلاقيها في المكان. لو انا سجلت المكالمة ما بيني وبين شخص بلاقيها في core record زي ما احنا شايفين كان. طيب دلوقتي لو انا عملت سكرين او فيديو سكرين او صورت الشاشة بالموبايل بلاقي الفيديو سكرين فين او تصوير الشاشة فين. بروح على بروح على dcmi زي ما احنا شايفين عندي حاجة اسمها سكرين ريكورد. سكرين ريكورد دي هي برنامج تسجيل الشاشة. يعني دلوقتي انا بسجل ببرنامج تسجيل الشاشة. لو انا وقفت التسجيل هينزل في المكان اللي هو ده اللي احنا شايفينه ده. نفس الكلام لو انا خدت سكرين شوت لأي حاجة على الموبايل بلاقيها هنا في السكرين شوتات الموجودة دي. طبعا الكاميرا معروفة اول واحدة. بس كده وضعكم موضوع حلقتنا النهاردة. وبحثمان الفيديو اتنا عن نهاردة يكون عاكم. ريت ما نزوش تعمل لك الفيديو تعملوا بالشتراك في القناة. ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كان سيبكم تعليقاته ان شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته